موسيقى السيدات والسادة نساء أفريقيا سجل تاريخ الفنون الجميلة في مصر أسماء عظيمة تركت بصماتها في حياتنا ومازالت أعمالهم تتصدر الميادين والمتاحف وتزين القصور التاريخية والمؤسسات الكبرى وحتى الآن مازالت التماثيل وعمال النحط الشامخة تقف في ميادين مصر شاهدا على التراث العظيم للغواد كبار مثل محمود مختار جمال أسجيني ومازالت المتاحف القومية ومتاحف العالم تحتفظ بكنوز وأعمال رائعة لمحمود سعيد محمد ناجي آدم حنين سيف وأدهم ونلي ولرفاقهم من فنانين كبار حملوا على عطقهم في كل عصر مسؤولية إشاعة الجمال ونشر التذوق والثقافة الفنية في بلدنا اليوم عندما ننظر إلى شوارعنا وإلى الأماكن العامة والحيوية وإلى المناطق السياحية محطات القطار والمترو والامتدادات العمرانية في ربوع مصر ننظر إلى هذه النهضة العمرانية الكبيرة ونسأل عن الجمال نسأل عن النصق الحضاري عن الطابع المصري عن اللمسات الفنية والجداريات والتمثيل العظيمة عن الفنون الجميلة التي برع فيها المصريون ونقلها عنهم الآخرون أين كل هذا الآن؟ وهل يعقل في بلد الحضارة أم الفنون والأثار العظيمة أن تظهر فيها بين الحين والآخر أشكال عجيبة من التمثيل الخالية من الزوق؟ أو مستنسخات مأخوذة عن فنانين غير مصريين؟ في حديثنا اليوم من مصر حوار جديد مع فنان تشكيلي كبير عن الجمال في شوارعنا وبيوتنا ومدارسنا وعن عودة الزوق والتذوق الفني لحياتنا أهلا بكم